هل تسألتم يوما عن طريقة بناء الجسور خصوصا تلك التي تبنى على المسطحات المائية؟ هذه المنشآت العملاقة تثير الكثير من التساؤلات لدى الاشخاص الذين يشاهدونها او يعبرون من خلالها ومن المؤكد انكم تسألتم ايضا عن ذلك في هذه الحلقة سنجيب على هذه التساؤلات وسنحاول توضيح الكثير من النقاط حولها لذلك لا تنسوا مشاهدة الحلقة الى النهاية جميعنا نعلم ان الجسور المبنية على المسطحات المائية تلعب دورا مهما في تسهيل الحياة في هذا العصر لانها اذا لم تكن موجودة فان الكثير من القرى والجزر ستبقى منعزلة عن العالم والطريقة الوحيدة للوصول اليها كانت ستكون عن طريق القوارب او السفن وهي وسيلة صعبة للتنقل ولا بقيت هذه الجزر المنعزلة اقل تقدما وتطورا من باقي اجزاء العالم فهذه الجسور توفر الكثير من الجهد والوقت هناك الكثير من الجسور المشهورة حول العالم بعضها كسبت شهرة بسبب تصميمها الهندسية وبعضها بسبب جمالها او حتى مكانتها التاريخية وهي تبنى باشكال وطرق مختلفة وذلك يعتمد على مكان تواجدها وطولها وبعض العوامل الاخرى ولا يمكن بناؤها بطريقة واحدة في كل مكان وتنقسم الى عدة انواع منها الجسور الفولاذية والجسور المعلقة والجسور المقوسة وهناك انواع اخرى كثيرة وتستطيع تحمل الاوزان طالما كان الوزن متوزعا بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاعمداء والهياكل الملاصقة للارض بعض الجسور تستطيع تحمل اوزان ثقيلة جدا وهنا يأتي دور المهندسين لجعلها قوية ومتماسكة اهم واصعب شيء في هذه الجسور هي الاساسيات وكلما كانت المياه اعمق كلما اصبحت المهمة اصعب وجعل هذه الاساسات قوية مهم جدا لانها هي التي تحمل وزن الجسر والاوزان التي تمر من فوقه لنفهم الان كيف يتم وضع هذه الاساسات في البداية يقوم المهندسون بوضع تصاميم الصحيحة ثم يتم اختبارها من قبل مهندسين اخرين او من قبل البرامج الحاسوبية والتي تستطيع معرفة مدى قوة الجسر وقدرته على تحمل الاوزان والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والاعاصير في هذه المرحلة يتم قياس عمق المياه بدقة وسرعة تدفقها ونوع التربة الموجودة في القاع ووزن الجسر والاوزان المتوقعة للاشياء التي ستكون موجودة فوق الجسر مثل البشر او السيارات او الشاحنات وحتى القطارات ويتم الاخذ في عين الاعتبار كل شيء تقريبا وتكون الحسابات دقيقة جدا اشهر طريقة لوضع الاساسات هي عن طريق تثبيت سدود دائرية او مربعة في النقاط التي سيتم فيها بناء العمدة هذه السدود تكون مصنوعة من الفلاذة وتوضع في المكان المحدد بواسطة الرافعات وبعد تثبيتها بكل حذر تعمل على منع دخول المياه من خلالها يتم تفريغها من المياه بواسطة مضخات قوية وهكذا تصبح المنطقة جافة وامنة للعمل ثم يتم البدء في انشاء الاعمدة وذلك باستخدام الطرق المعروفة مثل تثبيت الحديد المسلح وصب الخرسانة وغيرها من الخطوات التي تتم في بناء الجسور العادية لكن هذه الطريقة لا تنجح في كل مكان خصوصا اذا كانت المياه عميقة في هذه الحالة يتم البحث في القاع عن النقاط الصلبة والقوية ثم يتم حفرها بواسطة المعدات الثقيلة بعد ذلك يتم تثبيت عمدة معدنية من الفولاذ او الحديد في هذه الحفرة والتي تكون مفرغة من الداخل ثم يتم سحب المياه من الداخل بواسطة مضخات قوية ثم تملأ بالاسمنت والخرسانة في بعض الاحيان يتم نصب عدة اعمدة في نفس النقطة ثم تربط مع بعضها وذلك لتوفير المتانة والصلابة للجسر واذا تم الانتهاء من هذه المرحلة يتم البدء في تثبيت هيكل الجسر والذي يبنى في الغالب بشكل مستقل في مكان آخر ويتم نصبه فوق الأعمدة نصف الأعمال المتعلقة بالجسور تتم خارج المياه في منطقة مستقلة أما النصف الآخر فيتم داخل المياه هيكل الجسور يتم نقلها بواسطة شاحنات ضخمة ثم يتم نقلها في المياه بواسطة سفن مخصصة لذلك وعند الوصول إلى المكان المحدد يتم رفعها بواسطة الرافعات وتوضع في مكانها المناسب بحذر شديد هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة السنين والعملون في هذه الظروف يواجهون الكثير من الأخطار والمشاكل لكن جميع هؤلاء الناس يكونون محترفين ويمتلكون خبرة واسعة سواء كانوا مهندسين أو عمال عاديين لهذا السبب يكون العمل بالنسبة لهم أسهل قليلا وتحرص الحكومات والشركات على اختيار أمهر الناس لتنفيذ مثل هذه المشاريع لأنه لو حدث خطأ ما فإن العواقب ستكون وخيمة وسيفقد الكثيرون أرواحهم بسبب ذلك فبالرغم من هذه الاحتياطات تفشل بعض الجسور في أداء مهامها أطول جسر بحري في العالم يقع في الصين حيث يصل طوله إلى خمسة وخمسين كيلو مترا وتم الانتهاء منه في عام الفين وثمانية عشر ويعتبر مثالا رائعا للهندسة في عصر الحديث ولم يكن بناؤه سهلا على الإطلاق حيث استغلق تسع سنوات وكلف بناؤه مائة وستة وعشرين مليار يوان أي ما يعادل ثمانية عشر مليار دولار لابد وأنكم علمتموا الآن كيفية بناء هذه المنشآت ولماذا تصرف عليها أموال طائلة وكم هي مهمة في عصرنا الحالية لا تنسوا إخبارنا عن آرائكم في التعليقات إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها بعضها تم تفسيره ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا كلها معبة وغامضة أسلكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق قناة هل تعلم حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقيع أحداث وقصص مرعبة أفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهور قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض أعزائي متابعي قناة هل تعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على الزر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء المترجم للقناة